البداية صح دايماً بيهتم بالشؤون الصحية للأسرة سواء الصحة البدنية أو الصحة النفسية ودايماً في حلقاتنا بنهتم حسب توجهاتنا وتخصصنا في الصحة النفسية والصحة النفسية للفرد بتكون عامل مهم جداً لصحة الأسرة والصحة النفسية للأسرة هي العامل الأهم والرئيس في الصحة النفسية للمجتمع كله عشان كده النهاردة حبيت أو أحب أن أتكلم مع حضراتكم عن الصحة النفسية أو السعادة للأسرة يعني بعنوان نحو أسرة سعيدة لأن سعادة الأسرة هي سعادة للمجتمع كله وإحنا شايفين حسب الحالة اللي احنا بنعيشها في المجتمع بل المجتمعات العربية كلها والمجتمعات العالمية في شيء من التبلد الشعوري ممكن يقول شيء من بعض المخاوف والقلق في شيء من التعاسى والحزن بتنتاب كثير من الأسر وكثير من البيوت الأسر ديت والبيوت عايزين أن نقف مع بعضينا وأن نقدم لهم شيء يأثر أو يستطيعوا من خلاله أن هم يغيروا تجاهتهم يغيروا المفاهيم اللي عندهم اللي هي بتخليهم كعايشين على أن الحياة بتاعتهم مش سعيدة الحياة بتاعتهم مش صح البداية الأسرية بتاعتهم ما كانتش يعني على ما يرام لكن المشاكل دي لازم نعرف كده من البداية أن هي بتحصل في كل بيت خاصة لما يكون البيت حديث النشأة لأن الأسرة بتنتقل من مرحلة لمرحلة الخطوبة قبل المكس أو العيش في بيت الزوجية بيبقى كل الحياة قدامهم حياة وردية الكلمات بتبقى معصولة ما فيش مشاكل بتاخد حيز كبير من حياتهم زي اللي بتكون بعد الجواز لكن بعد الجواز بتظهر بقى أكثر الحياة أو الشخصية بتظهر حياتها شوية بعض الأمور بتتكشف بعض المفاهيم بتبقى مش واخدة الحيز الصحيح في فهمها فبيحصل هنا نوع من عدم السعادة في داخل الأسرة إحنا عايزين نعرف إن هقولنا السعادة قبل كده إن السعادة شعور بيحتاج إلى عمل وحركة علشان أقدر أحقق السعادة بتاعتي كثير من السعادة أو عدم السعادة في البيوت بيتمثل بتعلق الأسرة أو بتعلق الشخص سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء تعلق بشيء خارجي عن الأسرة فاتلاقي ست البيت قعدة طول النهار ممكن بتحكي مع صحبتها بتحكي مع جرانها دي بتجيلها ودي بتروح ويبقى العلاقات الاجتماعية بتاعتهم كل أسرة من دول أو كل زوجة أو كل صحبة من صحبتها بتنقل لها خبرة سلبية في الحياة الخبرة السلبية دي بتأثر عليها هي نفسيا يرجع الزوج يلاقيها في حالة نفسية غير طيبة أو مش هو اللي بيعملها مالك تقوله والله ده أنا كان عندي صحبتي أو عندي جرتي أو عندي كذا اتكلمنا في كذا وشفته حصل وراح وجيه فالأمر ده خلاني أعيش نوع من الاكتئاب أو تاني أمر تاني إن هي تكون نفسها اللي بدرت صحبتها أو جرتها بأمور غير طيبة فصحبتها زعلت منها هي عتبت نفسها لزاي صحبتي تتزعل مني وازاي جرت تتزعل مني أنا ما عملتش حاجة اللي تتزعلها أنا ما عملتش كده وتقعد شايلة الهم طول اليوم تنتظر لما الراجل يرجع البيت يحاول إن يشيل معاه هو واحد من اتنين إما أن يشاركها هذا الفعل ويخش معاها في حالة من نوبة أو حالة عدم السعادة واش حاجة أقول يعني التعاسة أو حاجة زي كده لكن هنقول عدم سعادة في البيت وإما إنه هيواجهها يقول لها لا الفعل ده خطأ اللي انت عملتلي ده مش صح اللي انت عملتلي ده كان المفروض تعملي عكسه أو مفروض توجهي كذا أو أي أمر من أمور التوجهات فيحصل بينهم هما نفسهم صراع فالحياة تعمل إيه؟ اللاقي السعادة بعدت عنه اعرف نفسك حدد موقفك هتقبل نفسك ولا لا تقبل يعني إيه القبول وعدم القبول؟ هقول لك كل واحد فينا عنده أخطاء انت لست ملك ولا نبي كلنا كده احنا كلنا بشر وكلنا عندنا أخطاء أكتر واحد وأكتر واحدة يعترف بخطأه أو تعترف بأخطاءها وتحاول تعالج من أخطاءها أقرب طريق هيوصلها للسعادة حاجة زي كده وده مشكلة كبيرة جدا في الأسر اللي هي لا تشعر بالسعادة لأنها لا تشعر بقيمة الزي إنها لا تراجع نفسها ما بتعملش وقفة مع النفس أوقف مع نفسك وحدد أنت مخطئ في واحد واثنين وثلاثة يبقى أنت اعترفت بالأخطاء قبلت هذه الأخطاء لكن لا تتقبلها فيما بعض يعني إيه ما تصرش عليها ما تقولش خلاص هو ده الوقع بتاعي وهي دي حياتي وهي دي شخصيتي وزي ما بنسمع كتير أنا شخصيتي كده عاجبت يعيش معايا عيشي وهي تقول له نفس الكلام أنا شخصيتي كده أنا مش هتغير عايز تعيش معايا عيش معايا على كده ده واقع مرير عمره لا يحقق للأسرة السعادة لكن لو جينا النهار ده وقلنا بطريقة بسيطة جدا أولا اقتنع إن نفسك قلنا لست ملك ده مش ملك من ملائكة ولا نبي فأنت بشر يعني بشر يعني عندك أخطاء الأخطاء دي تعايز علاج أول خطوات العلاج الاعتراف بيها أول خطوات العلاج الاعتراف بيها زي ما بروح للطبيب عشان يعالجني أول حاجة بيعملها إيه بيشخص المرض لو شخص المرض صح إن شاء الله بيكون العلاج صح وهنا بقى أنا عايز وقفة مع الأزواج والزوجات نقف مع بعض وقفة صدق ومحاسبة للنفس أنا عندي أخطاء إيه؟ عندي خطأ اتنين تلاتة أربعة عديت الأخطاء بتاعتي إزاي أتخلص من الأخطاء؟ أول طريق في تحقيق الاستقرار النفسي والسعادة الأسرية إن أنا أحدد أخطائي عشان أعرف أعالجها واعترف بيها دون كبر ودون عناد دون الكبر ودون العناد العناد والكبر دول أكتر حالات الطلاق والبيوت بتقع بسبب العناد عناد الزوج أو عناد الزوجة ليه؟ مش عايز هو حط نفسه في مكان وهي حطت نفسها في مكان إن هي ما بتختاشي أبدا طيب خلاص عارفنا الأخطاء وعرفت إن أنا أنقي نفسي أدرب أنا عرفت خطأي؟ عايز بقى أزيل الخطأ اللي عندي ده قد يكون الخطأ اللي عندي ده إن أنا نميت على حد إن أنا بحسد حد إن أنا بحقل على حد إن أنا غير صافي مع حد إن أنا بقى غير من حد إن أنا كذا أنقي نفسي من هذه الأمور خلاص عملت علاج أو حاولت إن أنا أدير مرحلة علاجية داخل إيه عندي؟ هتلاقي الأمر تغير فلو الزوج قام بهذه العملية الزوجة المرأة في البيت قامت بالحاجات من دي جات جاريتها بقى تتكلم معها يكون عندها ساعة صد يكون عندها علاج لجاريتها أو علاج لصاحبتها إن إحنا تعالي ما نجيبش سيرة حد تعالي لظالمنا نعفو عنه تعالي إن إحنا ننظم مقتنا لبيوتنا وأولادنا ليه؟ ما نضيعش دي تضيع الحياة واليوم بتاعها كله بضيع ويجي الراجل بعد كده ما يلاقيش أي حاجة في البيت ما سيتعملت الأولاد مهملين المذاكرة مهملة ما فيش مراجعات ما فيش كذا إيه اللي هيحصل؟ هيحصل عملية ضجر هيحصل عملية ضيق صد هيحصل عملية صراع في البيت البيت ممكن إيه يحصل؟ ده جانب من الجوانب المهمة جدا اللي بتحدث السعادة لو تجنبناها يبقى إن إحنا بننقي أنفسنا بنقف وقفة جدية مع النفس بنحاسب النفس على أخطائها ونكون صدقين جدا مع النفس أمر تاني عشان حقق السعادة الأسرية لا تربط حياتك أو سعادتك بسعادة شخص آخر يعني ما تخليش السعادة بتاعتك مرتبطة بمديرك ولا مرتبطة بالعيلة أو مرتبطة بالأسرة أو مرتبطة بخواتك أو مرتبطة بجيرانك أو مرتبطة بكذا لأني لو ربطت السعادة بتاعتي بسعادة آخرين لا شك إنه هما ما يكون معدهمش سعادة الإحساس بتاعهم أو الشعور بتاعهم أو الحالة بتاعتهم هتنتقل إلي فتلاقي بقى أحد قاعد في البيت شيء الهم صحابه في الشغل أو الحالة الشعورية بتاعتهم شيء الهم أسرة كبيرة جدا شيء الهم إخواته شيء الهم الجيران شيء الهم الأصدقاء الأمر دوت طبعا إحنا عندنا أمر شرعي إنك لازم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسك أنا دي حاجة وعدم وربط شعورك وإحساسك بغيرك حاجة تانية إنك تكون معاه في الفرح والحزن والصراء والضراء ده أمر مهم إنك تساعد وتقف جنبه وتحقق معاه الأخوة الأسرية أو الأخوة المجتمعية ده أمر مطلوب لكن مربوطش سعادتي بسعادة مديري مربوطش سعادتي بسعادة الأسرة الكبيرة أو العائلة الكبيرة بتاعتي وخاصة ده بيحصل عند الستات في البيت يكون هي اللي نست بطبيعتها عاطفية فبتربط سعادتها أو عاطفتها دي بكل المجتمع اللي يحط بي وليل جداً لما تلاقي حد يعني عنده تبلد شعور الشفية في هذه المسألة فإن أنا أدير موقف سعادتي ببيتي أنا بحياتي أنا بأسرتي بأبنائي بزوجتي طيب السعادة الأسرية بتتطلب حوار أسري ما بين الزوج والزوجة والأبناء السعادة الأسرية بتتطلب إن أنا أعيش على أدي بتاع في مثل البلدي بقول على قد رجليك أو مد لحافك على قد رجليك مثل ممكن يقوله الأباء والأجداد وكان بيتقال كده والناس تضحك عليه لكن المثل ده هتمد لحافك على قد رجليك في مستوى الدخل بتاعك في عدد أفراد الأسرة بتاعتك في النفقات بتاعتك في احتياجاتك مش كل إنت أنه هو يقول لك أنا دخلي مثلاً ألفين جنيه ومصاريفي أربعة تلاف جنيه في هو في مسافة باللتنين ده مش هتقدر تشعر به بسعادة فتعمل إيه؟ إنك تعيش الأسرة بتاعتك بصورة وسطية من حيث التنظيم الحياتي بتاعك فأنت برضو دوت عايزة وهنا ده تطلب إن يكون عندك ثقة بالنفس وعندك شعور بالأسرة بتاعتك وكذلك المرأة فتقدر تحقق نوع من أنواع السعادة الأسرية السعادة الأسرية ده مطلب يعني من المطالب المجتمعية المهمة جداً 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 علشان البيوت نشوف الحالات المتردية وسوق التربية وانحراف الشباب وجنوح الشباب والمخدرات وكل الأمور اللي احنا بنشوفها ده جات منين؟ جات للتفكك الأسري اللي سببوا عدم السعادة وعدم احتضان الأسرة كلها يكونوا كلهم يعني زي ما بقولوا كده إيد واحدة الزوج والزوجة والأبناء وربنا يجعل بيوتكم كلها سعيدة وإلى لقاء في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته